بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداء وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي مازلنا مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع سيرته ونسير في النقاط الفارقة في مراحل فارقة كده في السيرة وفي مواقف فارقة هذه المواقف بنتعلم منها إشياء كثيرة وإحنا النهاردة عنكون مع حادثة فارقة وهي الكلام عن صلح الحديبية وعشان الصلح كبير ونستطيع أن احنا نتعلم منه دروس كتيرة احنا ناخد موقف من صلح الحديبية حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قصد العمرة مع أصحابه في العام السادس من الهجرة ولكن قريش أبت أن تسمح للنبي وأصحابه بأداء العمرة أصروا وزي ما بيقولوا ودمغهم أن هما ما يعدوش حضرة النبي ويعمل العمرة بالمناسبة اللي عملوا القراشيين في الوقت ده من أنه يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقد العمرة عند العرب دي تعد جريمة أن حد يصد حد قاصد أنه هو يذهب معظما للبيت فيصده عن البيت الحرام فهم عاملين جريمة وزي قريش قالت إيه إحنا كده الناس عتسمع العرب عتسمع بنا إحنا لازم نروح زي ما بيقولوا كده عندنا بالعمية نلم الدور فأرسلوا بسرعة أرسلوا مين أرسلوا سهيل بن عمر سهيل بن عمر في اللحظة دي وكأنه بقى متحدث رسمي عن قريش عشان يعمل إيه عشان يتفاوض مع حضرة النبي لأن الوضع كده لو إن حضرة النبي أسر ولو إن الصحابة أسروا لدرجة أن بعض الصحابة كان بيقول لحضرة النبي إحنا ليس كتين فإيه اللي حاصل فبعده سهيل بن عمر عشان يتفاوض مع حضرة النبي فإيه اللي حاصل وأكدت له إنه يكون السلح فيه عدة شروط هنذكرها باختصار بعد شوية فلما جاء سهيل بن عمر وقرب وحضرة النبي شافوه قال حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قد سهل أمركم أراد القوم الصلح حين بعثوا هذا الرجل سهيل بن عمر معروف إنه رجل مؤدب وأخلاقه عالية فقال إنه هما لما بعضوا السهيل وكان حضرة النبي بيستبشر كمان اسمه سهيل فهيجي من السهولة فقال حضرة النبي فقال سهل أمركم فهم لما بعضوا ده يبقوا هما عايزين تصلحه فجاء سهيل بن عمر وقعد يتكلم طويل ويطول بالك يا حضرة النبي ويطول صبرك يا حضرة النبي قعد يتكلم طويل 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 ثم اتفقوا على قواعد الصلح حضرة النبي قال هات أكتب بيننا وبينكم كتابا فدعوا بالكاتب فقال صلى الله عليه وسلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم فقال سهيل أما الرحمن الرحيم فوالله ما ندري ما هو ولكن اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب قال له إيه لا ارجع اكتب إيه باسمك اللهم ما تقولش بسم الله الرحمن الرحيم فقال المسلمون والله لا نكتبه إلا بسم الله الرحمن الرحيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم يا جمال وأخلاء حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اكتب هذا ما هذا ما تفاوض عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهيل فوالله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قتنك ولكن اكتب محمد بن عبد الله هنا في الجزء ده في رواية السيرة بتقول ايه أن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رسول الله صلى الله عليه وسلم اني رسول الله وإن كذبتموني اكتب محمد بن عبد الله واضح ان في بعض روايات ان سيدنا علي هو الكاتب فقال له امحوا يا علي امحوا رسول الله قال والذي بعثك في الحق لا امحها والذي بعثك بالحق لا امحها وهنا العلماء كانوا بيكلموا على هل يقدم الاتباع ولا الأدب فحضر سيدنا الإمام علي قال لا ده من الأدب إن أنا ممحوش فبيقول إنه هو أشار حضرة النبي كان لأقرأ فبل بريقه فمسح بريقه وصفه صلى الله عليه وسلم رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطف به فقال سعيل والله لا تتحدث العرب أننا أخذنا ضغطة إننا إحنا إيه اتخذنا بالعافي ولكن ذلك العام المقبل فكتب فقال سعيل هل ألا يأتيكم منا رجل وإن كان على دينك إلا ردته إلينا يعني ما جلناش رجل إلا وترده إذا كان مننا طيب وإحنا جايبين للقصة دي ليه هذه قصة قصة في غاية الإلهام حضرة النبي مع مشرك القريش حضرة النبي صلى الله عليه وسلم رايح يعظم البيت ورايح عمل عمرة وهم عملوا جريمة وماذا تصنع يا رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا فن صناعة المشترك فن صناعة المشترك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إزاي نقدر مهما كان الخلاف مع أي أحد نستطيع من هذا الاختلاف أن نذهب إلى الاختلاف حتى ولو مع المشركين حتى ولو مع من يكن لنا العداء حتى مع من إحنا لنا حق عليه ومركبينه الغلط تعالوا بقى نشوف بيوتنا هل بيوتنا بتمشي كده؟ لا بيوتنا ما بتمشيش لمشترك أنا لازم واحد فينا يطلع صح والتاني غلط مع أني على فكرة إحنا الاتنين ممكن يكون إحنا الاتنين بالفعل أسباب المشكلة يعني إحنا من باب أولى أن إحنا نصنع المشترك مع بعض لأن المشترك هو ده الحاجة الوحيدة اللي هتبقى صح لأن إحنا الاتنين تسببنا في هذا الإشكال لا كل واحد فينا يصر على رأيه وما فيش محاولة لصنعت المشترك حضرة النبي بيعلمنا إزاي نصنع المشترك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مصدق لنفسه فمش محتاج أنه يصر على حاجة تفسد الاتفاق ده وتفسد هذا الحل وتعصم دماء المسلمين وتبتعد عن الشر وتبتعد عن المفاسد الكبيرة فحضرة النبي علمنا أن درق المفاسد مقدم على جلب المصالح عمل عمر مصلحة بس حقن دماء الناس مفسدة يبقى درق المفاسد مقدم على جلب المصالح ياريتو إحنا بنتعامل مع خلافاتنا نتعامل كده على أن درق المفاسد مقدم على جلب المصالح يا فرحتي ان ان انت رأيك مشي بس اتكسر خطر زوجك او يا فرحتي ان انت رأيك مشي وتكسر خطر زوجتك دي مفسادة عظيمة فلذلك ايه اللي حاصل ده المفاسد مقدم على جلب المصالح دي مسألة مهمة جدا جدا عشان نوصل للمشترك مفيش حاجة مفيش مشترك كل حاجة ممكن اي اختلاف ممكن نقدر نصنع بيه المشترك بس بشروط الشرط الاولاني ان انا نفسيتي تكون مهيئة ان انا اصنع المشترك لان انا ان انا اسيب الشخص اللي قدامي يصنع المشترك وانا شايف اني مفيش فايدة مفيش مشترك عاية تصنع يبقى انا لازم اكون جاهز لان انا اصنع المشترك شايف اني فيه فايدة شايف اني فيه حل لو ان انا مشايف حل لايمكن المشترك عاية تصنع يبقى دي اول شرط الشرط التاني ان في نفس الوقت انا لما جاي اتعامل مع المشترك مع حد عشان اصنع المشترك دي نفس التاني مهارة بقى إن أنا أعتبر وجهة نظر الآخر إيه اللي حاصل وكأني أنا مع حضرت النبي وأنا شايف حضرت النبي بيقول ما هو برضو هو لو كان بيعتبرني رسول ما كانش صحيح كلامه منطقي فإيه اللي حاصل طب خلاص بناء على كلامه ده نروح بقى لدائرة من المشترك إيه المشترك في الأول خالص حضرت النبي قال وإن كذبتموني بس أنا فكتب اسمه شيء مشترك هم عارفين أن حضرت النبي محمد بن عبد الله فذكر المشترك ليه؟ لأنه في الحقيقة هين لين سهل عارفين اللي كان أسهل من سهيل في التفاوض هو حضرت النبي ربنا أزن أن سهيل بن عمر ييجي الشخص السهل ده عشان نشوف مدى سهولة حضرت النبي يبقى ثالث حاجة في المشترك عشان نقدر نصنع المشترك لازم الشخص يبقى سهل يبقى مرن لكن الشخص صاحب الأفكار الحدية مش يقدر يصنع مشترك خارس يبقى احنا لازم نمرن نفسينا على ده يبقى احنا في بيوتنا لازم نعمل كده يبقى إذن إحنا نصحتي إذا كنا عايزين نستفيد من سيرة حضرت النبي ومن أنواره اللي علمهننا في صلح الحدبية على فكرة صلح الحدبية ده ممكن يبقى بردين نموذج نتعلم منه إزاي نخرج بالمشترك أول حاجة لازم أكون مهيئ نفسي إن أنا عايز المشترك ده و لازم ما سميش الوصول للمشترك ده أنه هو تنازلات لا دي طريقة في التعامل البشري الحاجة الثانية إن أنا ما بقاش مشغول بالتفاوض بس لازم أكون مشغول كمان بفهم واعتبار وجهة نظر الآخر الحاجة الثالثة كمان إن أنا لازم بشكل واضح أنا وبعمل الكلام ده أدي كل الفرص لإنجاح هذا الأمر لما الزوجة تعمل كده و تبحث عن المشترك في أي موضوع من بينها وبين زوجها سواء في مصروف البيت سواء في تربيت الأولاد سواء في مدارس الأولاد سواء في أي حاجة لازم هي تدعم الأمر ده و تكون جاهزة أن هي ده مشترك ده ملكهم ده ميلاد جديد لمشترك ده ميلاد جديد و محتاج إيه؟ محتاج رعاية و محتاج حرص وآخر حاجة لازم بسرعة إن إحنا نعمل الكلام ده وإحنا قلوبنا مليانة إن المشترك ده قيمة إضافية لكل واحد فينا مش خصم من كل واحد فينا لو عملنا ده أظن كثير من مشاكلنا هتكون ناشية مع سيرة حضرة النبي اللي دايما نسأل الله سبحانه وتعالى إنه جعل سيرته بتنور مسيرتنا و كمان بتنور قلوبنا عشان نفضل في حضرته و ندخل على حضرة الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى ملا بها سحته لما ندخل مع حضرة النبي بعد الفاصل نلتقي عشان نتلقى أسئلتكم المباركة رجعنا لحضراتكم و معانا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بنامج ولا تعسروا اللي احنا بتتلقى عليها أسئلتكم و نتلقى عليها كمان ترشحتكم لكل حلقاتنا و مشاركاتكم كمان في حلقاتنا كلها و اللي هي بتكون وصل بنا و يا سلام على وصل في رمضان و يا سلام لما نتجمع في حلقات الزكر و في الكلام عن سنة رسول الله اللي هي في الحقيقة بتنور لنا قلوبنا و بتخلينا مقبلين دايما على الحياة بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا نشوف أول سؤال عندنا من الأستاذة نوها من دمياط أستاذة نوها أيها السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته أستاذة كل عام و أنتم بخير يا فندم أنا بشكر حضرتك و كل القائمين عن البرنامج والله الله يرضى عنكم شكرا على اللي انتم بتعملوه معينا والله الله أنا بس كنا عندي قاسئلة سريعة بإذن الله لحضرتك يلا توكننا على الله السؤال الأول يجوز المرأة أن هي تصلي خلاص التعويش في المنزل آآ ده سؤال السؤال الثاني آآ معلش أكثر آآ أو كنت عايزة أن أنا يعني أعرف معنى سلمة جبر الخواطر معنى جبر الخواطر حاضر معنى تقص لي السؤال الثالث أخير سؤال معلش أبع تذر لحضرتك والله آآ بس حاضر ربنا يا بريك بس 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 آآ فإنت بس عايزة هاقترد مبلغ وأنا مصرية لي آآ إن أنا وهيقضي حد هيجيب لي جهاز تعويدي ويرده وارد المبلغ بدل اثناشر اثنين وعشرين يعني حدايك هتقترد عشان جهاز تعويدي آآ جهاز تعويدي القدمة يلقني وليسي بشيني وتفلع بياد دوري طيب خلاص أجاوب حضرتك على الثلاث أسئلة آآ يجوز أن المرأة تصلي الترايح في بيتها لدرجة أن الصلاة التراويح في بيتها تكون أفضل من الصلاة في المسجد لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك لكن في نفس الوقت قال لا تمنعه إيماء الله مساجد الله يعني إليه لو عايزة تخرج لصلاة التراويح كده ليه طيب لأن إذا كانت صلاة التراويح دي بتقوم على الصلة ما بين العبد وربي فالمرأة قد تكون في بعض الأحيين تحتاج إلى منجاة هادئة مع الله سبحانه وتعالى تحتاج إلى أن تكون في بيتها وتكون في إطار من الخبوط وإطار من الخلوة فقد يكون في بيتها أفضل لها من المسجد السؤال الثاني يعني إيه جبر الخاطر جبر الخاطر معناه عدة أمور أنا ما بحبش فكرة جبر الخاطر إن واحد يكسر خاطره فواحد يجي يجبره خاطر لا فيها يسمعها تطيب الخاطر من الأول خالص معناها إيه؟ ألا نتكلم أو نتصرف أو نفعل أفعال تؤدي إلى أن يصاب الإنسان بحزن أو يصاب بوجع أو يصاب بألم أو إن إحنا ماذا نفعل؟ نزيل ألمه ونزيل وجعه بأن إحنا نطيب خطره بمعنى أن إحنا نزيل عنه سبب الوجع وسبب الألم ونطمئنه ونجعله في أمان كل ده هو المعنى الكامل لمسألة جبر الخاطر سؤال الأخير الإقتراض بسبب أن إحنا عايزين نشتري جهاز تكميلي ده جائز شرعا ولأن ده حاجة من الحاجات التي تقوم مقام ضرورة حاجة مقام ضرورة لأن الإنسان محتاج هذا الجهاز التعويضي عشان حياته تبقى مستقرة فدوات حاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحاتها أن يجوز لنا الاقتراض حتى لو كان الاقتراض ده بفائدة فده جائز وليس من قبيل القرض الممنوع الذي يجر النفع عندنا الأستاذة المفاطمة من القاهرة تفضلي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عزت يا دكتر عم بخير الحمد لله كل عم حضرتك طيب ورمضان كريم ورد عليك الأيام بخير وحضرتك وأولادك يا رب وأصبتك كلها يا رب وعلينا عليكم يا رب يا رب ربنا يجعله علينا عوام عديدة منيء بالخير والبركة والنور عليك وعلى من تحبينه وعلى كمية أستاذ المشاهدين اتفضل يا فن بس يا دكتر حضرتك أنا ابني ابني سواء ومعفجر عربية نصف ماء اللي بيشتغل عليها نعم بيتفع في الشهر ثمان ثلاث ونصف طيب ومتدوز واحدة ستة بصراحة ما اتقافش جنبه خالص نهائي طيب ومعاها في نصف البنك ده في العربية ده بتمكنة ده بتمطور يعني طيب راحت مراته التانية بصراحة راحت مضت على نفسها وصولات امانة ولفست وجابت نفلوس عشان يطلع ايه؟ العربية طيب فين السؤال بقى؟ ما في؟ السؤال بقى حضرتك البناء دم ديمهم ما وفيتش جنبه ده هو متجوز عليها ما بيروح لهاش ما بيعبرهاش خالص طيب على كل حال ومدام هي زوجته يبقى ليها حق في حاس مع القسم القسم ده وقت النوايبات عندهم بشكل متساوي هو يكونوا زعلان منها دي مسألة تانية بس هو السؤال تعالي نتكلم قبل كده هي مش عندها زمتها المالية المستقلة يعني عندها فلوسها اه صحيح الزوجة بتملك قلب الزوج لما توقف في ظهره بس في نفس الوقت الزوج لازم ما يبصش لفلوس زوجته لان هو مش متجاوزة عشان فلوسها هو متجاوزة عشان العلاقة المباركة المقدسة التي هي محل نظر الله سبحانه وتعالى وهو اللي يجب عليه النفق وقد يكون ابن حضرتك بيدخل نفسه في مشروعات اكبر من طقته او اكبر من امكانياته فمش ده معناه انه هو يميل وياخد فلوس من زوجته فالليه عملته ده حقها لكن مع حسن العشرة تعمل الكلام ده ومع حسن العشرة تطيب خطر يبقى هو حاجتين ايه اللي حاصل كون المرأة عندها فلوسها الخاصة اللي هي شايفاها لأي سبب من أسباب ما هو برضو جوزك ما ابنك برضو هي تهددت لما هو راح يتجاوز عليها قالت ما ممكن مراته التانية تخليه تطلقني فهي عايزة تحتفظ بفلوسها عشان تحس بأمان هي قضية أصلا في فلوسها وتفعل فيها ما تشاء ومش عيب ان هي تحتفظ بفلوسها الكلام واضح لكن من النبل ان الناس يقفوا جم بعض من النبل وهي لو ما عملتش كده ما تبقاش عاصية دي فلوسها تتصرف فيها لكن ابنك بقى كونه ما بيروح لهاش خالص وسايبها كده وبيعقبها لا ده حرام عليه وظلم معانا أم أحمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كل عام يا حضرتك بخير وحضرتك بخير وبصحة وبسلام يا فندف معيش يعني بص كنت عايز أسأل بص حضرتك يعني معي واد واد وسلا بنات طي 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 وهي بتحبك ومش عايزة تخسرك لأن حد تاني كان لو أنك أنت عملت كده معاها كان وصفك بأوصف صعبة جدا جدا وسابة لكن هي مصرة على أنك تخليك أحسن حد في الدنيا هي لما بتطلب منك أن أنت تساعدها ده من عظيم شفاقتها مش أن هي عايزة تستغلك هي عايزة تفضل لك دور في حياتها زي ما هي كانت لها دور في حياتك أنك تتجاوز عنها وتعتبرها مش موجودة في حياتك وتعتبر أن حياتك مش ناقصها حاجة لو هي مش موجودة فيها ده فساد عريض الست دي اللي أنت بتترحم علشانها وكمل المصائب وكمل البلاء ربنا سبحانه وتعالى بيرفاع عنك بسبب هذه الأم فلذلك إيه اللي حاصل ممكن ده كله ينقطع عنك أنا مش هكلمك أن أنت واجب عليك أن أنت تساعد فيه جهاز إخواتك لكن أحكلمك في أن الست دي هي أن ممكن تكون سبب من أسباب دخولك الجنة بل هي من أهم أسباب دخولك الجنة مدامت هي متى ما هي بتعيش معاك وفي نفس حياتك فأنت ما ينفعش أن أنت تتجاوزها بتتجاوز باب عظيم من أبواب الجنة باب من أبواب البركة باب من أبواب اللطف باب من أبواب المغفرة ده كثير من الزنوب لا تغفر إلا بتقبيل إيد أمك كثير من الزنوب لا تغفر إلا بأنك أنت تطمنها وتريحها فيطلع الدعاء من قلبها فيستجيب من الله الله سبحانه وتعالى فاتق الله في نفسك أما ما سألت بقى مساعدتك في تجهيز إخواتك فاعمل الكلام ده بما تستطيع يا ولدي معاك اعمل معاكش ما تستلفش بس في نفس الوقت ده من بر بأمك أن أنت تساعد إخواتك فإن شاء الله سبحانه وتعالى لما تعمل كده ربنا يوسع عليك لكن أنا بقول لك أنت مش واجب عليك ده لكن إيه اللي واجب عليك أنك تبر أمك فتعمل إيه؟ اعمل ما تقدر عليه وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليك معانا الأستاذة أمنية من اسكندرية أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزايك حبيبتك يا دكتور؟ نعم وفضل الحمد لله رب ده تعالي أسألك على حاجة عني سؤالين وهل الحب حرم أو عيب؟ لأنا كنت لسه أقول لك إيه أخبار اسكندرية طيب تمام أصدك الحب بدأت بنستخدمه في حياتنا فاربع معاني هقول لهم لك وقولي لي أنا واحد فيهم اللي أنت بتقولي عليه الحب بمعنى العاطفة وإن فيه واحد قلبه مال لحد أدي واحد الحاجة التانية الحب بمعنى العلاقة اللي ما بتكونش غير ما بين الرجل والست في إطار الزواج الحاجة التالتة إن الحب إن الواحد يحب الخير ويحب النور ويحب البركة يحب كل الناس والحاجة الأخيرة الحب اللي هو إن الواحد يحس بإن فلان ده بيحبه فيحبه عشان يحبه فدي أربع معاني فأنت أصدق أني واحد فيهم أظن أنت أصدق الأولاني صح؟ إيه؟ أصدق الأولاني اللي هو إن واحد قلبه يميل لحد صح؟ إحنا الاتنين بتحب بعض يعني إيه بقى؟ وعايزين بقى؟ وعايزين بقى؟ وعايز جدا 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 كل الكلام ده لازم أهل أنا ثانية بس أهل اللي بقى حمله صح؟ أيما أنا هو بقولك هو الله كل ده لازم يبقى في إطار المعروف يعني في إطار إيه؟ قواعد الأدب والأخلاق إحنا بنحب بعض طب إيه اللي حاصل؟ أنا مش هنقول كلام فيه تجاوز ما ينفعش إليه يقول شرعا ليه؟ ليه طيب؟ لإني ما يلفظ من قون إلا لدي رقيب عتيد ما ينفعش إن أنا أتكلم عن أسراري ما ينفعش أتكلم عن عوراتي ما ينفعش إن هو يشوف عوراتي كل الكلام ده ممنوع شرعا إنما إحنا بنوعد بعض إن إحنا نتزوج ده مش هيبقى فيه شيء بس نخلي بالنا في الكلام ده يا ما حصل قلوبك كسرت من الحكاية دي إحنا في وهج المشاعر وإن إحنا حاسين إن إحنا ما نقدرش نعيش من غير بعض وعدنا بعض ففي حد ركن حد وهو ماشي في حياته وده تغير حتى لو الناس اتفقت فلذلك إيه اللي حاصل؟ بقول لحضرتك بلاش المبالغة في ده المبالغة فيما يتعلق بميل القلب لا تأتي بخير ليه؟ هترفع سعف توقعاتك وإن هو هيكسر الدنيا عشان يجيب لك حتة من السماء وهو في الأخي خالص هتحكمه إمكانياته وفي الأخي خالص هيعرض الحب اللي أنت بتقولي عليه ده على إمكانياته وممكن ببساطة يجي يقول لك والله أنا مش قادر حبيتك بس الإمكانيات ما ساعدتش ورسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول من استطاع منكم الباقة فليتزاوج أنا مش مستطيع فعشان كده إيه؟ بالعقل لا في محرمات ولا في مبالغات ومفيش مانع الحب كعاطفة محدش يقدر يتكلم على إن الحب ده حرام لكن الآثار المترتبة على هذه العاطفة إزاي يا أحد يعمل كنترول وأنا دايماً بقول للبنات كل ما تقدر تعملي كنترول على حبك كل ما تكوني محل ثقة لشرك حياتك المنتظر لكن هم بيلحظوا بيبقوا متوقفين بيكلمك باعتبار راجل بيبقوا ملاحظين هي عواطفها بتغلب عليها فيفضل عند كتير من الناس عندهم هاجس ده ما قدرت تسيطر على عاطفتها فيفضل يتعامل معها دايماً بالتشكك هي تقدر تدير عواطفها دير عواطفها ولا لا كل ما تقدر تدير عواطفها وما تسمعيش كلام حد يقولك ما أنت لو كنت بتحبيني كنت بيينتيني حبك هذا كلام يقصد به الوقوع في المبالغات والمخالفات ما تسمعيش الكلام ده اللي بيحب بيحب قيمة والإنسان لما بيتنازل عن كرمته بيتنازل عن قيمه فما بيبقى لهش قيمة الإنسان لو ما حفظت على القيم لا تكون له قيمة فيهمت الكلام؟ في الكلام واضح يا سادة احنا النهاردة اتكلمنا عن حاجة مهمة جداً وهي حاجة بنخفل عليها ويمكن هي اللي بتستهلك حياتنا حاجة وهي مسألة ماذا؟ العيش المشترك وازاي نقدر نجيب القدر المشترك فيما بيننا احنا بنوضط طول الوقت نتكلم عن الخلافات وكلنا بنحشد كل أدوات القوة عشان ننتصر طب ما هتعلم نعمل حاجة قبل ما ننتصر هو اللزة الموجودة في الحياة هو ان انت تنتصر حتى لو كسرت خاطر حتى لو قزيت حد لا 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 أجمل لقمة هنية بيدقها قلبك وأجمل شاهد بيدقها قلبك ان انت تخرج من كل ما وقفك مع الناس هو قلبك راضي وضميرك مستريح أعظم حاجة تريح الضمير هو المشترك أعظم حاجة تخلي البال مرتاح المشترك أعظم حاجة تخليك حاسس ان انت احترمت اللي قدامك صناعة المشترك فيا سادة فن صناعة المشترك ده من أعظم فنون الحياة ومن أعظم الهبات اللي ربنا بيهابها إلى قلوبنا ده داخل في قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا المشترك أحد مفردات السراط المستقيم والبحث عن المشترك أحد مفردات الهداية وعشان كده كل ما نبحث عن المشترك وكل ما نسعى إليه وكل ما نحافظ عليه في بيوتنا في عمالنا في شارعنا في كل مكان كل ما انتها تبقى من اللي بيتكلم عنهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيدخلوا الجنة مين اللي ربنا حرموا على النار كل هين لي الذين يألفون ويألفون أصحاب الألفة أصحاب المشترك يا رب جعلنا دايما من أصحاب المشترك وجعلنا بهذا الاشتراك نصل إلى توحيدك لأن بالمشترك والصدق عن البحث عن المشترك تستطيع أن ترى من الذي جمعك مع من تشترك معه ومن تأتلف معه اللي قال لي في القروب ربنا وكل ما كنت بتبحث عن التأليف وكل ما بتبحث عن المشترك اعرف أن انت في محل نظر ربنا ويعرف أن انت فاهم يعني ايه توحيد التوحيد هو توحيد القلوب على الرب المعبود يا رب جعلنا دايما من أهل التوحيد اللي ينور قلوبهم ويرايح بالهم وكمان يجعل خطرهم دايما منور بأنوار رحمتك ولطفك يا رب العالمين ودايما نبقى مع حضرة النبي اللي علمنا إزاي نكون من أهل الائتلاف ومن أهل المشترك ونمسك في ايديه ونقول له وحق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي يا جمالك يا حضرة النبي وبجمالك ندخل على جمال مولانا وفيكرمنا واجعلنا دايما من أهل الرحمة والخير والجمال استجب لنا يا رب العالمين واجعلنا على الدوام مع سيد المرسلين في سرته وفي حياته الأولى والآخرة يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين